الأفريقاء المفرقين هؤلاء الفراطاتي اللي بيزعلوا مني بس تعمل الكلمة لم يمر تصريح وزير الخارجية والمختربين جبران بسيل مرور الكرام لدى من رأى أن السهامة موجهة نحوه منهم من اختار التغريدة منبرا للرد وآخرون اختاروا الرد بالمثل يعني إذا بقية الأفريقاء السياسية هن فراطة وبحث كونه هو فرد شقفة نحن متكلين عليه لمعالي يبد ويصيغ قانون عادل وبيمثل الجميع للأسف سمينا ببحث وأنه نحن عايزين إسمنت نحن منحب نسأله لمعالي الوزير هو لو منه متكل على إسمنت الطيار الوطني الحر هو ما كان إله وجود أنا بحب إله لمعالي أنه البلد اشتغلوا من الالفين وخمسة لهلأ لا يقدر يعمل نايب نحن منطلب منه يشتغلنا لا يكون فيه قانون عادل بمثل الجميع وعلى الرغم من أنا بسيل هو صانع قانوني الانتخاب تعويل الأقلية وعلى حكمة سيد القصر نحن على يقين كمان أنه فخامة الرئيس يلي كان عادل مع العرب وكان إله كلمة مشرفة وكلمة بينشاف الحال فيها كمواطن لبناني وكلمة كانت عادلة بالكمة العربية وعادل مع العرب يكون عادل مع المواطن اللبناني ويعطيه حقه بهيك قانون نحن على يقين أنه فخامة الرئيس أنه آخر ربع ساعة محا يرضى بهيك قانون يكون مشحف ومع أن تصريحات بسيل طالت الأقليات فإن اليد لا تزال ممدودة لتمثيل صحيح مدين إيدنا لجميع الأفريقاء أنا أكيد بتحالف معهم بس على شرط مع الحفاظ على خصوصية زحلة هيدا القانون أنت بنظرك المختلات هيدا منه مشحف بحقنا هيدا بمثل الجميع أبدا ما بمثل الجميع بعدين نحن رافضينه رافضينه لأنه أنون طائفة هيدا الطريقة الفوقية بالتعامل تذكرتنا بأيامات الوصاية أنه وقت غازي كنعان عمل الأنون بسنة الألفين وجمع الكل لأنه كان فيه محادل هن بدون المحادل هيدا البدون إيه هيدا المطلوب بأنون المختلط في محادل تصريحات باسيل تبعد عن اللياقة وتقترب إلى التعالي على حد تعبير سكاف والتمني هو صون الآخر واحترامه أمس اختار باسيل نهج الرد بعدم الرد على حرب فهل يختار أن يضرم الحرب مع سكاف أو أن يشعلها من جديد لايال سعد قناة الجديد